عزائي الحضور الكرام قبل أن نستحضر ذكرى الشاعر عبد الرحيم محمول أولى التعريف بالدكتور إسماعيل نور الذي سيتفضل بقراءة قصيدة من منجازه الدكتور إسماعيل نور من مواليد فلسطين عام 1949 بدأ رحلة اللجوء والمناثي باكرا قبل أن يستقر في ميشيغان عام 1977 حمل حصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة ولاية ميشيغان طوال مسيرته الأكاديمية والمهنية كان عاشقا بارزا في الفعاليات الاجتماعية ومدافعا عن حقوق الإنسان والعدالة في فلسطين أثناء دراسته شارك في تأسيس العديد من المنظمات الممثلة للجاليات العربية وعمل في مجلس إدارتها من بينها الاتحاد العام لطلاب فلسطين ينشط حاليا في العمل ضمن إطار الهيئات والمنظمات الفلسطينية المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية وداعما لأنشطة الجاليات العربية ولكفاح النشطاء من أجل العدالة الاجتماعية أما الشارع عبد الرحيم محمود فقد ولد في بلدة عنبتة التابعة لقضاء طول كارم في فلسطين عام 1913 لقب بالشهيد قبل أن ينال الشهادة وذلك بسبب قصيدته الشهيرة الشهيد عمل مدرسا للأدب العربي في مدرسة النجاح في نابلس وعندما اشتعلت الثورة الكبرى في فلسطين عام 1936 استقال من وظيفته وانضم إلى صفوف المقاتلين في جبل النار طردته حكومة الانتداب البريطاني بعد قمع الثورة فهاجر إلى الغراق حيث أنضى ثلاث سنوات دخل فيها الكلية الحربية العراقية وتخرج ضابطا برتبة ملازم وشارك مع المجاهدين العرب في ثورة رشيد علي الكيلاني ولما هدأت الأوضاع في فلسطين لانشغال انجلترا بالحرب العالمية الثانية عاد عبد الرحيم إلى بلده واستأنف العمل مدرسا بمدرسة النجاح في سن 1947 اشتعلت الثورة الفلسطينية مجددا بسبب صدور قرار تقسيم فلسطين فقرر الانضمام إلى جيش الانقاض حيث شارك في العديد من المعارك وفي معركة الشجرة سنة 1948 أصابته شضية في عنقه مما أدى إلى استشهاده وهو في الخامس والثلاثين من عمره تفضل دكتور إسماعيل المنبر لك بسر خير شكرا لك دكتور علي من المعلومات القيمة اللي قدمت يعني ليس بلا معنى أن ملتقي هذا اليوم بالذات 12 ستة وبهذا الشهر 12 ستة يوم ما انحرفت منظمة التحرير الفلسطينية عن الخط الثوري الفلسطيني سنة 1984 تبنى المجلس الوطني الفلسطيني برنامج العشر نقاط اللي بني على أساس الوهم اللي سوقوا أنور السادات لياسر عرفات بأن الكيان الصهيوني على وشك الانسحاب من الضفة الغربية المحتلة ولذلك مشوا بهذا المشروع وانتهوا إلى اتفاقية أوسلو التي كان من نتائجها صفقة القرن اللي الآن قاعدين ننتظره في اجتماعها في البحرين نعم نحن السبب نحن السبب أما بخصوص شاعر عبد الرحيم محمود فأيضا ليس بلا معنى أن نذكر أنه في سنة 1935 قام سعود بن عبد العزيز الذي كان وقتها ولي عهد الشعودية بزيارة إلى فلسطين مبعوثا من والده عبد العزيز للاجتماع بزعيم الحركة الصهيونية في القدس حايم وايزمن اللي كان المندوب السامي البريطاني لينسق معه دور السعودية وآل شعود في إنفاذ وعد بالفور وللتغطية على هذا قامت قوة الثورة المضابة التي لا تخلو منها أي مجتمع بترتيب جولة لهذا الأمير في مدن وقرى فلسطين فكان من البلدات التي زارها بلدة عنبتن بلدة الشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود فوقف الشاعر الشهيد أمام الأمير ولما يبلغ الثانية والعشرين من العمر وأنشد قائلا فقط بيتين من هذه القصيدة رح أقولها قبل ما أقول القصيدة الأساسية وقال يا ذا الأمير أمام عينيك شاعر ضمت على الشكوى المريرة أطلعه المسجد الأقصى أجئت تزوره أم جئت قبل الوداع قبل الضياع تودعه مما حدا بالأمير أن ينطفض غاضبا ويترك الجمع ويترك عنبتها كاملة هذا هو تاريخ آل سعود الذين أيضا أشرفوا على إجهاد الثورة العربي الكبرى في فلسطين سنة 1936-39 من خلال ما يسمى بالرسالة من الزعماء العرب ويا ليتنا نعلم من هم الزعماء العرب في تلك الفترة هم آل سعود والهاشميين وآل عبد الحميد في اليمن حميد الدين هؤلاء كتبوا رسالة إلى الشعب الفلسطيني يطلب منهم الخلود إلى السكينة لأن أصدقاتهم البريطانيين سوف ينصفوكم وكان ما كان وتمت إقامة الكيام الصهيوني على أرض فلسطين ولذلك تاريخ الشهيد عبد الرحيم محمود يتلازم مع تاريخ النكبة التي نحن بصدده الآن حيث أنه استشهد فيه 13 سبعة عام 1948 يعني بعد شهر من الآن يكون مضى على استشهاده 71 سنة عمر النكبة وكما قال المقدم شكراً له فالشهيد عبد الرحيم محمود عرف بهذا الإسم قبل أن يستشهد بحوالي عشرة سنوات ليس لأنه استشهد ولكن لأنه كتب قصيدة الشهيد ويقول في هذه القصيدة سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاو الردل فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العدل ونفس الشريف لها غايتان ورود المنايا ونيل المنى وما العيش وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمى إذا كنت أصغى لي العالمون ودوى مقالي بين الوراء أرى مصرعي دون حق السليم ودون بلادي هو المبتغر يلذ لأذني سماع الصليم ويبهج نفسي مسيل الدمى وجسم تجندل في الصحصحان تناوشه جارحات الفلد فمنه نصيب لأسد السماء ومنه نصيب لأسد الثرى كسى دمه الأرض بالأخوان لون الدم وأثقل بالعطر ريح الصباب وعفر منه بهي الجبين ولكن عفارا يزيد البهى وبان على شفتيه ابتسام وبان على شفتيه ابتسام معانيه هزء بهذه الدنى ونام ليحلم حلم الخلود ويهنأ فيه بأحلى الرؤى لعمرك هذا ممات الرجال ومن رام موتا شريفا فذا فكيف اصطباري لكيد الحقود وكيف احتمالي لسوء الأذى أخوفا أخوفا وعنني تغون الحياة ودلا وإني لرب الربا لرب الرب بقلبي سارني وجوه الطغات أو العدات فقلبي حديد وناري لبا وأحمي حياضي بحد الحسان فيعلم قومي بأن الفتا شكرا